تتواصل الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة بشكل مستمر وتقديم المساعدات للفلسطينيين في القطاع النهاردة أشاد سفير روسيا بالقاهرة بالجهود المصرية المستمرة للتواصل الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل السجناء والرهائن بين حماس وإسرائيل مؤكدا معارضة موسكو قيام إسرائيل بشأن عملية عسكرية برية في رفح جنوب القطاع وأكد السفير الروسي على أهمية دور مصر المحوري في توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة حيث لا توجد دولة أرسلت مساعدتها إلى مثل مصر مشيرا إلى أن روسيا أرسلت 550 طن من المساعدات الإنسانية المختلفة عبر مطار العريش وأضاف السفير الروسي أن الحل الوحيد للأزمة الحالية هو منح دولة ذات سيادة للفلسطينيين تكون عاصمتها القدس الشرقية من الجانب الفلسطيني أكد رائد ردوان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية على أن فلسطين تنظر دائما إلى الدور المصرية على كل المستويات كدور مهم ومحوري ومركزي وأنه سيكون هناك تعاون وتنسيق بشكل مستمر مع مصر خلال فترة رئاسة فلسطين للدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ترجمة نانسي قنقر